قرر وزير العمل أو العدل حافظ الأختام بالقاسم زغماتي توقيف قاضيين عن العمل أحدهما بمحكمة الحراش بسبب الإخلال بواجب التحفظ وانتحال هوية الغير والثاني بمجلس قضاء تيارت من أجل الإساءة استغلال الوظيفة والقيام بتصرفات مستة بسمعة القضاء كما أنهى الوزير مهام وكيل جمهورية لدى محكمة ولاية تيتي لمسان اشتركوا في القناة